ما حكم الشرع في من حلف بالمصحف على ألا يبوح بسر ما لكنه أفشاه لدرورة معينة الأصل هو الحديث عن الحلف الحلف في الإسلام لا يكون إلا بالله أو بعض صفاته فحينما يحلف الإنسان بغير الله بإنسان أو بجماد أو ببحر أو بشمس أو بشيء فإن حلفه ذلك هو معصية فاللسان لا يحلف إلا بالله أو ببعض صفات الله لأن الحلف هو مظهر تعظيم والإجلال وهذا الإجلال لا يلق إلا بالله عز وجل فلا يحلف الإنسان لا يجوز لو أن يحلف بالله بالآباء ولا بمن يراه من الأشخاص أو من الصالحين هذا كله ألغاه الإسلام بالتأكيد لكن الحلف بالمصحف هو حلف بشيء هو من صفات الله تعالى أنه كلامه وإذلك أجاز بعض العلماء الحلف بالمصحف قد لا يقول الإنسان والله بقل يقول وحق هذا المصحف فأجاز ذلك العلماء على هذا الأساس كما لو كنت تحلف بقدرة الله أو بعزته أو بجلاله لأن هذا الكلاء لأن المصحف هو من الله سبحانه وتعالى جاز ذلك في جميع الحالات قد يحلف بهذه الصورة أو قد يحلف بالله ويضع يده على المصحف وهذه حالة أخرى فيها بمعنى أنه فيه معنى التأكيد وهذه الحالة يرجى من الناس أن لا يتعاطوها في كثير من الحالات يصير المصحف ممتهنا ويسخر في أشياء لا تلقى في حالات مادية ناس إذا اشتركوا يخافوا بعضهم من بعض في حالات أخرى حالات سياسية انتخابات لا يخون أحد الآخر أو لا يذهب إلى فريق آخر دعوا المصحف في مكانته ولا يجوز إدخال المصحف لهذه الأشياء السياسية العادية الصغيرة لأن المصحف أجل أكبر من ذلك بكثير لكن إذا فرضنا أن الإنسان حلف بالله تعالى وضع أيضا المصحف وقد لم يبر بقسمه فعليه حنت اليمين عليه أن يطعم عشرة من المساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة فإذا لم يجد ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام إطعام هؤلاء المساكين يطعمهم مدى فيما الواحد يطعم كل واحد ما يقارب 750 جرام من الطعام الدقيق أو يطعم كل واحد منهم رغيفين رغيفين تقريبا 650 كذلك من الوزن أو يلبس الرجل لباسا واحدا قميصا ويلبس المرأة قميصا وخمارا فإذا لم يتا يسر ذلك يمر إلى حالة أخرى ويتحرير من المتعود موجودة وانتقل بعد ذلك إلى الصيام ولكن الصيام لا يبدأ به أساسا كل ذلك من أجل أن يقل في ألسلة الناس هذا الحلف الذي لا يحل ترجمة نانسي قنقر